افتتحت سيدة أوكرانيا الأولى أولينا زيلنسكا رفقة سفير مملكة السويد لدى أوكرانيا توبست تايبرغ مشروع خريطة تفاعلية ثقافية وسط العاصمة كييف يمكن من خلالها زيارة أجزاء مختلفة من السويد باستخدام تقنية الواقع الافتراضي انطلاقا من المتحف الوطني لتاريخ أوكرانيا وصولا إلى قوس الصداقة بين الشعوب من جانبها قالت زيلنسكا إن متحف فازا في ستوكهولم الذي يضم السفينة الوحيدة في العالم التي تعود إلى القرن السابع عشر أصبح المتحف الثامن عشر على مستوى العالم الذي يوفر خدمة الدليل الصوتي باللغة الأوكرانية